السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناس كتير جدا سألتنا واستفسرت عن واحدة تدوير المخلفات وناس كتير سألت طب هي عبارة عن ايه وتتكون من ايه والكلام ده كله فاحنا النهاردة جينا مصنع من المصانع اللي عملناها من فترة كبيرة غالبا حوالي سنة 2010 عشان نشرح لناس الموضوع ده كله واحدة تدوير المخلفات يا جماعة احنا هنسميها اسم الشامل وهي واحدة تدوير المخلفات الحيوانية عشان نقدر ان احنا نعمل فيها تدوير المخلفات بتاعة الابقار والاغنام اللي بتنتج عن طريق دبحها وكمان النافق بتاعها وكمان نقدر نعمل فيها تدوير المخلفات بتاعة الدواجن اللي هي من الدبح او النافق وكمان نقدر ندور فيها مخلفات بتاعة الاسماك اللي هو التنظيف بتاع السمك او النافق بتاعه بيختلف الموضوع ده يا جماعة من تدوير المخلف للمخلف تاني فحاجات بسيطة مش بتبقى كبيرة الحاجات البسيطة بتبقى عبارة عن ايه عن خاطر بعض المعدات اللي بتزيد وبعض المعدات اللي بتنقص وعن طريق الطبخ وعدد الساعات والضغط والكلام ده كله يعني لو احنا حطينا نهار ده المجزر ده او المصنع ده بتاع المخلفات حطينا فيه وحدة تدوير للاغنام هنزود حاجة اسمها كراشر الكراشر ده عبارة عن ايه جماعة الكراشر ده عبارة عن ان هو بيكسر العظم والاحجام بتاعة الحاجة دي كلها لحجام اصغر ينفع تخش هوها كوكا فاحنا قدامنا دلوقتي هي حاجة اسمها الصندرة الصندرة عبارة دي عبارة عن ايه هي المكان استلام الخامة وبيشعن الكوكر بتاعنا عن طريق يا اما براريم زي ما احنا شايفين او عن طريق براميل على حسب اللي يقود بتاع المصنع تمام يا جماعة الكواكر اللي قدامنا دي هو كواكر 5000 لتر الكواكر 5000 لتر دي يا جماعة بتبقى عبارة بتشين حوالي 3 طن ونص وفيه احجام مختلفة على حسب الخامة اللي انت بستقبلها قده تمام فاحنا زي ما احنا شايفين زي ما احنا قلنا بنشحن الكوكر ده بنشحن بيوصل لحد زور الكوكر فوق وكوكر فوق بيبقى ليه باب بيتقفل عشان خاطر الضغط نقر استحمل والكوكر بتاعنا الخمس 3000 لتر ده بيشيل زي ما احنا قلنا 3 طن ونص وبياخد اربع ساعات في الطهي عشان يحول الريش ده اللي قدامنا اللي بودر هنشوفه قدام شوية في الفيديو تمام فاحنا زي ما احنا قلنا بياخد اربع ساعات ايه هما الاربع ساعات بيعملوا يا جماعة الاربع ساعات دول بيعملوا عملية اول ساعتين عملية تعقيم او تكسير للخامة دي تمام والساعتين التانية بيبقوا عملية تجفيف للمنتج تمام زي ما احنا شايفين الكوكر بتاعنا في موتور سيتين حصان وكلاتش وجير بوكس تمام يا جماعة واحنا شايفين هنصاب من قدام ونوري الناس كمان شايفين من قدام الكوكر بتاعنا بيتكون من اثنين او حلتين الضغط الجوة الحلة الخارجية بيبقى حوالي ستة بار والضغط الداخلي بتاعنا بيبقى تلاتة بار واللي بيوصل ده بيخلي درجة الحرارة بتاعتنا المية وخمسين درجة مقوية فده بيخلي مفيش اي كائن حي جوه عايش بيبقى عملية تعقيم كامل فاحنا درجتي هندني bunu لكوكر من قدام تمام يا جماعة عشان نعرف كل الخطواته ام احنا درجتي قدام الكوكر من قدام او البوابة اللي بينزل منها الخامعة�도 تمام وده شكل الكوكر من قدام او وحده المخالفات بتاعتنا تمام والمصنع اللي قدام ده بيكون من خمس كواكرا جماعة فزي ما احنا قلنا ان الطبخة بتاخد اربع ساعات عشان تنزل منها المنتج وزي ما احنا قلنا ان فوق انه بيتشحن عن طريق زور وقلنا كمان ان الضغط الداخلي بتاعنا بيبقى 3 بار والضغط الخارجي بيبقى 6 بار وقلنا ان درجة الحرارة كمان 150 درجة فبتقتل اي كائن حي عايش ويبقى عملية تعقيم كامل مايبقاش فيه اي حاجة موجودة خالص او اي امراض والمنتج اللي نازل اامن جدا اامن جدا والباب دل اللي قدامنا زي ما احنا قلنا هو باب نزول الخامة زي ما قلنا كده ان مش بيبقى فيه اي حياة موجودة داخل الكوكر فبالتالي هتبقى كل الخامات اللي نازلة من الكوكر اامنة جدا وما فيهاش اي جرسيم او ماكروبات او بتسبب اي امراض لاي مرحلة انتاج بعد كده فعملية الطبخ دي يا جماعة بينتج منها تمام بعض الغازات اللي بتنتج من الموضوع ده كله فاحنا لازم نحتوي الغازات دي عشان وما يحصل لهاش اي تسريب عشان قاطر الغازات دي بيبقى الرائحة بتاعتها كريهة شوية فلازم نعمل اعملية حاجة اسمها التكسيف او تخلص من الموضوع ده كله فاحنا هنتنقل وراء دروقتي وراء في اللي هي الوحدة خلف الوحدة عشان قاطر نوريكو ايه هي المراحل بتاعت التكسيف هي بتمر بكزا مرحلة عشان قاطر نتخلص تماما من الروايح اللي هتبقى موجودة احنا دلوقتي وراء يا جماعة عشان نوريكو ايه هي بقى الخطوات بتاعت التكسيف اول مرحلة هي مرحلة اسمها السايكلون السايكلون ده يا جماعة هو اكله من الستانلس وبيطلع فيه الغازات الناتجة من الكوكر وبتدور جوه المحيط بتاعه بنكسف جزء منها بينزل على المصرف تماما يا جماعة بتبقى مصارف مغلقة السايكلون ده بيكسف حوالي من 10 ل 15% من الانبعاثات اللي خارجها من الكوكر بيبقى زي ما احنا قلنا هي بتنزل عن طريق المصرف عشان خاطر مبقاش فيه ريحة تاني حاجة يا جماعة اللي بيدخل فيها 90% اللي متبقيين بيدخل جوه المكسف المكسف هو عبارة عن 270 مصورة استانلس قطر المصورة 32 ملي سمك المصورة بتاعتنا حوالي 2 ملي طول المصورة 2 متر وحوالين المصير دي بيبقى حاجة اسمها التبادل الحراري وبيبقى حوالي 60 متر مربع سطح التبادل الحراري بتاعنا ده بيعمل عملية تكسيف نسبة معينة من الغازات المنبعثة دي بيبقى حوالي من 60 ل 65 فايحنا كده ده كسفنا حوالي قدية حوالي 80% من الخامة فيه المفروض ان فيه معدة تانية بتبقى موجودة بتعمل عملية تكسيف لجزء تاني لكن للأسف المصنع ده عندنا زي ما احنا قلنا من 2010 فهنا فيه حاجة اسمها تلومبة الفاكيوم هي مفروضة تلومبة الفاكيوم دي بتعملية ساكشن للغاز اللي متبقي وبتعيبقى فيها دش مية بيكسف حوالي 10 10% بعد نزول الخامة يا جماعة دلوقتي احنا هنتنيل قدام عشان نتكلم بعد نزول الخامة هنا يا جماعة بتنزل جوه هوبر الهوبر ده بيبقى عبارة عن بارنتين بيدوروا عكس بعضيهم عشان خاطر بعملية تقليب وتهوية للمنتج بتاعنا عشان خاطر لو فيه اي كالكعة او اي حاجة اللي بتنزل من الكوكر تمام يا جماعة فهجل زي ما قلنا ده حاجة اسمها هوبر بيقى عبارة عن جسم من الحديد ويبقى بعد كده البارنتين دول بيعملوا عملية ايه نقل للمنتج وعملية تبريد بس مش بتبقى تبريد قوية تاني خطوة بتاعتنا يا جماعة ايه هي بقى الهزاز هنروح للغربال بتاعنا دولة عشان خاطر نفرج الناس ده الغربال بتاعنا الغربال بتاعنا ده يا جماعة بيختلف من انواع مختلفة كتير جدا ده فيه غربال تردد واللي قدامنا ده غربال اسمه غربال دائري الغربال بقى بيعمل يا جماعة بيعمل عملية فرز للبضاعة الناعم بتاعنا بيكمل بقية المراحلة الانتاجية وفيه خامة خشنة دي بقى بنعملها اعادة تدوير بطرق تانية فاللي قدامنا ده هو دائري هو حجم جبير جدا حوالي عشرة طن في الساعة فطبعا ده حجم جبير جدا نظرا لحجم المصنع ان احنا موجودين فيه بس فيه احجام كتير جدا هنخشها الحاجة تانية يا جماعة هي مش موجودة للأسف في المصنع برضو هي حاجة اسمها عملية العصر او عملية استخلاص الدهون من المسحوق اللي موجود طبعا احنا بندخل مصارين وبندخل امعاء وبندخل حاجة كتير جدا فيه افاد دهون فاحنا بندخل بنوع الصور الموضوع ده بنعمل استخلاص للدهون دي بيستخدموها في مصانع الاسماك مصانع الصابون وبعض مصانع ادوات التجميل تمام بعد عملية الغربلة هنا هم عندهم بقى ايه بندخلهم على حاجة عندهم اللي هي عملية المجرشة المجرشة بتاعتهم بتعمل او المجرشة عبارة ايه بتعمل عملية تنعيم للبضاعة والمجرشة اللي قدمنا دي عشر اطين ساعة وبيبقى قدرتها مية حصان تمام احنا قلنا انها مية حصان او الهامرميل هي دي اسمها اسمها المجرشة او الهامرميل هي بتعمل ايه بتعمل عالمة تنعيم للبضاعة خالص فبتبقى تنزل البودر البودر اللي احنا شايفينه قدامنا فهو ده بقى البودر اللي بينزل من الريش بعد كده زي ما احنا شفنا في اول الفيديو قلت لكو الريش بيتحول لبودر هو ده البودر اللي احنا حولناه من ريش لبودر ده بيستخدموه في اعلاف الاسماك واعلاف الدواجن تمام يا جماعة وده كده النهاردة نكون شرحنا جزء صغير جدا من الوحدي تدير المخالفات وان شاء الله هنصور لكم المكان تاني يكون في بعض المعدات اللي قلنا انها نقصة ونشوف الدنيا ماشية مع بعض زي ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة